خمسة وعشرون والياً وسبعة ولاة منتدبين ورأس دوائر يغيرون وتنهى مهامهم تغييرات كانت منتظرة بعد تصريحات رئيس الجمهورية المتعاقبة حول ضرورة أعطاء نفس جديد للإدارة والتخلص من تصرفاتها السابقة وإعادة الجماعات المحلية لدورها المنوطب بها في مسيرة تحسين الاقتصاد الوطني وخلق الثروة كبيرة تعيشها بعض المؤسسات بعد أن يزيد من عشرة أشهر من الأزمة التي عاشتها الجزائر وتنتظر الحلحلة في الفترة الأخيرة وبالتالي واعتماد رئيس الجمهورية أيضا على الكفاءات والحكومات الميرتوقراطية أو فيما يسميها البعض التكنوقراطية من أجل حلحلة الأزمة أيضا تعتمد أيضا على الولاد باعتبارهم المؤسسات التي تقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة خرجت الولاد الفولكلورية في شاكلة والي البرج وأخطائهم المتتالية إلى جانب ظهور أسماء عدة ولات في تحقيقات فساد عجل برحيلهم أن عملية مكافحة الفساد التي نادى بها الجزائريون في صراخات التي خرجت في 22-22 والتي قالت كليتو البلاد يسراقين كانت تعني بشكل أساسي أيضا للمؤسسات الجوارية وعلى رأسها الولاد لا ننسى أن والي بعض الولاد تورطوا في عملية فساد كبيرة وهو الآن أمام محكمة العليا لا ننسى أن عدد من الولاد الحركة الواسعة في سلك الولاد والولاد المنتدبين ينتظر أن تعقبها أخرى وتشمل تعيين القائمين على الولايات والولايات المنتدبة الجديدة في الهضاب والجنوب الكبير